بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته العزلة هي القاتل الجديد اليوم معظم الناس منشغلون بالإنترنت أصبح لدينا ظاهرة أشبه بتوحد الإنسان مع الأجهزة الإلكترونية هذه الظاهرة تقوده إلى مزيد من العزلة التي أطلق عليها العلماء القاتل الجديد دعونا نتأمل كيف اكتشف العلماء مخاطر هذه العزلة وماذا أمرنا القرآن قبل 14 قرن الدراسة الجديدة تؤكد أن العزلة تزيد من خطر الشيخوخة المبكرة وتزيد من خطر الاكتئاب بنسبة ثلاثة أضعاف بينما التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية تساعد على شفاء بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان كذلك فإن العزلة تؤدي لتراجع النظام المناعي للإنسان وتزيد من خطر الموت المفاجئ بنسبة 26% هذه الدراسة أيها الأحبة نشرت على مجلة العلوم في مجلة العلوم الأمريكية في عام 2018 حديثة جدا وتؤكد أن الروابط الاجتماعية الضعيفة تضاهي في خطرها على الصحة طبعا ضعف خطر السمنة أو تدخين 15 سجارة يوميا كما يزداد مع الوحدة أيضا الشعور بالخمول بنحو من 2 إلى 3 أضعاف وهو ما قد ينتج عنه ارتفاع القابلية للإصابة بالسكر بنسبة 7% والقابلية للصدمة بنسبة 8% والقابلية للإصابة بأمراض القلب بنحو 14% تؤكد هذه الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية أقوى كان لديهم احتمال أكبر للبقاء على قيد الحياة بنسبة 50% مقارنة بنظرائهم سبحان الله انظروا أيها الأحبة هذه الأخطار الكثرة لذلك القرآن دائما يأمرنا يقول يا أيها الذين آمنوا خطاب للجماعة مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا النبي كان يأمر ويحض الناس على صلاة الجماعة صلة الرحم بر الوالدين تصوروا صلة الرحم كم تعطيك من علاقات اجتماعية الانفاق على الفقراء والمساكين كم يولد لديك من علاقات اجتماعية الإسلام أيها الأحبة هو دين العلاقات الاجتماعية الطيبة الإحسان للجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره إكرام الضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه علاقاتك مع الآخرين ومساعدتك لهم فيها أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة يعني نقول دائما لأولئك المشككين الملحدين والعلمانيين ما الذي وجدتموه في الإسلام يناقض العلم حتى تقولوا ينبغي أن نفصل بين العلم وبين القرآن أو بين الحياة وبين الإسلام ما الذي وجدتموه مضرا بصحتكم وقد أمر به القرآن والله أيها الأحبة إن الإنسان إذا أراد أن يتبع العلم الحقيقي لا يسعه إلا أن يتبع هذا الإسلام والحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق